السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على الشرفين بياء مرسلين سيدنا ونبينا محمد علي أفضل الصلاة والدسلين نرحب بكم في هذا اليوم وذلك للبدء في كورس شديد بعنوان ويل دستس وهي اختبارات الأبر حيث سوف نتحدث في هذا الكورس عن أنواع اختبارات الأبر الرئيسية والهدف الرئيسي من كل اختبار وما هي المتغيرات الرئيسية التي يتم الحصول عليها وذلك من هذه الاختبارات نبدأ الآن على بركة الله بالمقدمة العامة لهذا الكورس طبعا كما نعرف بأن اختبارات الأبر تعتبر أحد أهم العمليات الرئيسية المستعملة وذلك من أجل الحصول على المعلمات الدقيقة حول المكمن النفطي بصفة عامة وحول البئر المنتج بصفة خاصة ويوجد العديد من نوع الاختبارات منها ما يكون ديناميكي ومنها ما يكون ستاتيكي بمعنى ستاتيك وذلك لأن هناك اختبارات تقوم بحساب خصائص المكمن في حالة السكون وخصائص المكمن في حالة التضفق والهدف الرئيسي من اختبارات الأبر هو معرفة معلومات مفصلة حول الفلود برابرتس وهي الخصائص الخاصة بالهيدرو كاربون سواء كان أول أو جاس بالإضافة إلى قدرة المكمن النفطي على إصال النفط إلى السطح وبالتالي عن طريق استعمال اختبارات الأبر نستطيع معرفة مؤشر الانتاجية وهي بالإضافة إلى ضغط المكمن النفطي وإنتاجية المكمن المبدئية نذهب إلى المبدأ الرئيسي لاختبارات الأبر في البداية يتم إما جعل معدل التضفق ثابت أو الضغط ثابت ويتم قياس الضغط أو معدل التضفق وذلك على حسب المتغيرات المطلوبة وحيث أن المكمن النفطي يتأثر بمعدل التضفق ومعدل التضفق يتأثر بالنفذية لهذا السبب فعند قياس معدل التضفق فإن لنقص النفذية وعند قياس النفذية فإن لنقص معدل التضفق وأيضا يمكن استعمال اختبارات الأبر وذلك من أجل معرفة قيمة الكي وهي البرميبيلتي وقيمة الإس وهو السكان فاكتور حيث أن البرميبيلتي هي قدرة الصخر على مرر المواقع من خلاله بمعنى كلما كانت النفذية عالية كلما كانت حركة مرر السأل والغاز أسرع وأفضل وأما بالنسبة للسكان فاكتور وهو الإس فعندما تكون قيمة السكان فاكتور موجبة وعالية فهذا يعني وجود ضرر كبير بالطبقة وهذا يعني بأن المسامات التي تكون متوفرة لحركة النفط يتم تقليلها أو يتم غلاقها وذلك النتيجة لبعض العامل الخارجية إما حدود ترسبات نتيجة لعمليات ميكانيكية مثل عمليات البرفريشن أو عمليات السمنتن أو غيرها من عمليات الأخرى أو حدود أي نوع من أنواع العمليات الخارجية التي تؤدي لتقليل المسامي ونفذية أما إذا كانت قيمة الاس وهي السكان السالبة فهذا يعني وجود تحفيز في الطبقة ويوجد نوعان رأسية من النوع التحفيز وهما الهيدروك فركتشر والأسيدايزنج بالنسبة للأسيدايزنج وهي عملية استعمال الأحماض الكيميائية مثل حمد الهيدروك لوريك وحمد الكبريتيك الـ HCL والـ H2SO وذلك من أجل إذابة المعادن الموجودة في الصخر من أجل توفير مسارات لحركة النفط وبالتالي زيادة شهورة الحركة النفط وعن طريق اختبارات الأبر نستطيع معرفة كيفية تغير الضغط مع تغير معدل تضفق ونحصى على نتائج يتم تحليلها فيما بعد وذلك من أجل الحصول على معلومات دقيقة حول هذه المتغيرات هذا بالنسبة للترخط الاختبار وبالنسبة للطريقة الحسابية فهي بالمثل يتم حساب قيمة الـ K والـ S وهي البرميبوليتي والسكين فاكتور من اختبار الأبر ثم يتم استعماله في المعادلات الرياضية التي عن طريقها نستطيع التعرف على جمع المتغيرات الخاصة بالمكمن النفط بما في ذلك قيمة البرميبوليتي وقيمة سكين فاكتور وقيمة هبوط الضغط نتيجة للسكين بالإضافة إلى نص قطر المكمن النفط وقيمة الفلاء أفيشنسي وهي كفاءة التضفق والإضافة إلى حسابات احتياط النفط وهو الـ Original Oil In-Bless ننتهي الآن إلى نوع الرئيسية الخاصة باختبارات الأبر طبعا يوجد العديد من أنواع اختبارات الأبر والاختلاف الرئيسي فيما بين هذه الاختبارات يتمثل في الطريقة التي يتم بها الاختبار بالإضافة إلى نتائج التي يتم الحصول عليها وكما أشارنا سابقا فإن هناك اختبارات تكون بنمط الستاتيك واختبارات أخرى تكون بنمط الدينامك لهذا السبب يمكن تقسيم الاختبارات الرئيسية للأبر إلى أربع فئات رئيسية وهي الـ Potential Test والـ Gas والRatio Test والـ Productivity Test والـ Bottom Hole Pressure Test وما يهمنا في دراستنا لاختبارات الأبر هو النوع الرابع وهو الـ Bottom Hole Pressure Test وذلك لأننا نهتم بدرسة الخصائص الموجودة في المكمن النفط وخصوصا عند قاع الـ Bear بما في ذلك قيمة الـ BWF وهو الـ Full Wing بتمهل برجر بالإضافة إلى الـ Reservoir برجر وجميع أنواع الضغوط الموجودة ما بين المكمن النفطي وما بين الـ Wheelboard وهو أسفل الـ Bear لهذا السبب يمكن تقسيم الاختبارات الرئيسية إلى ثلاثة اختبارات الرئيسية والتي سوف يتم التركيز عليها في هذا الكورس أولا لدينا الـ Brushure Drawdown Test بالإضافة لـ Brushure Buildup Test وأيضا الملتي ريت تست هذه الاختبارات الثلاثة الرئيسية التي سوف يتم التركيز عليها نعطي نبضة مختصرة عن كل اختبار من هذه الاختبارات وبعدها في المحاضرات القادمة بإذن الله سوف يتم تخصيص محاضرات كاملة لكل نوع من هذه الاختبارات على حدة ندلان إلى اختبار لـ Brushure Buildup Test يعتبر اختبار الـ Brushure Buildup Test أحد أهم الاختبارات الرئيسية المستعملة في قياس الضغط الرئيسي للمكمن النفطي حيث أن فكرة العامل لهذا الاختبار تعتبر كالتالي يتم في البداية جعل البيئر يتضفق بمعدل تضفق تابت وهو معدل تضفق طبيعي للبيئر وعندما يكون لدينا معدل تضفق يتم إخفاض الضغط وكما نعرف أن هناك علاقة عكسية ما بين معدل تضفق والضغط وهو الـ BWF حيث أنه كلما زاد معدل تضفق كلما خفضت قيمة الضغط وبصفة عامة فان الضغط يتناقص مع الزمن لهذا السبب يتم قياس الفترة الزمنية أثناء هذا الاختبار وذلك قبل القيام بعملات الغلاق ثم نقوم بإجراء عملات الغلاق حيث عندما نقوم بإغلاق البيئر فان معدل تضفق سوف يكون السفر وذلك لأن البيئر مغلق عندما يكون البيئر مغلق فان الضغط سوف يزداد ليصل إلى حالته الأصلية عندما يصل الضغط إلى الحالة الأصلية الخاصة به فان هذا الضغط هو الضغط الاستاتيكي للمكمن النفطي وبالتالي عن طريق استعمال هذه الطريقة نستطيع معرفة قيمة استاتيك بتمهول برجر وهو الـ BWS الخاص بالمكمن النفطي النوع الثاني من الواع الاختبارات هو البرجر درو دونتس على عكس الاختبار السابق فان البرجر درو دونتس يتم فيه قياس قيم الـ BWF مع الزمن وذلك عن ما يكون البيئر يتضفق بمعضل تضفق ثابت وعن طريق هذا الاختبار نستطيع معرفة العاملة الرئيسية المؤترة في معضل تضفق بالإضافة إلى معرفة قيمة النفادية وهذا هو الاختبار في البداية يكون لدينا البيئر مغلق ثم نقوم بإنسال الأجهزة وبعد يتم فتح البيئر يتضفق خلال الفترة الزمنية معينة في الفترة الزمنية بأحد شروط هذا الاختبار أن يكون معضل تضفق ثابت وكم أشرنا سابقا فانه عندما كان البيئر مغلق فان الضغط كان مستقر وعندما قمنا بفتح البيئر يزداد معضل تضفق وحيث أنه يشد علاقة عكسية ما بين معضل تضفق والضغط فان الضغط سوف يتناقص عندما يزداد معضل تضفق وأيضا بالنسبة لاختبار لبراجر درويدان فانه يعتبر من أهم الاختبارات المستعملة وذلك الحساب قيمة النفذية وذلك لأنه يتضمن أن البيئر قد كان في حالة استقرار ثم يتم فتحه وعند القيام بعملية الفتح سوف نتعرف على الانيشيل بروديكشن ريت وهو معضل تضفق المبدئي عندما يكون لدينا بدأ في فتح بعد عملية إغلاق لفترة زمنية طويلة كما وضح أمامكم عند رسم العلاقة من بين معدل تضفق والزمن يكون لدينا البئر مغلق ثم نتركه يتضفق لفترة زمنية معينة وأثناء الفترة الزمنية سوف نلاحظ وجود هبوط في الضغط عن طريق أخذ قراءات الضغط مع الزمن ورسمها على ورقة رسم بينه من نوع السيميلك نتحصل على قراءات من هذه القراءات نستطيع الحصول على عديد من الخصائص الرئيسية التي سوف يتم التطرق إليها فيما بعد وبالتالي يعتبر اختبار البرجر درو دون من اختبارات مهمة ولكنه محدود ببعض الظروف وهي الانيشيل بروديكشن بيريد وهي الفترة الزمنية المبدئية حيث أن هذه الفترة الزمنية يمكن أن تكون قصيرة ويمكن أن تكون كبيرة وأيضا فإن أحد العيوب الخاصة بهذا الاختبار هو أنه في الفرضية الرئيسية للقوانين هذا الاختبار يتم فرض أن معدل تضفق تابت ولكن في الطبيعة من الصعب الحصول على معدل تضفق تابت وهذا كان نتيجة لظروف المكمل النفطي وظروف الإنتاج من البر لهذا السبب يعتبر هذا الأمر أحد العيوب الرئيسية لهذا الاختبار وبالنسبة لاختبار البراجر بيلد أب فإنه يتعامل مع ثلاثة مراحل رئيسية وهي المراحل الرئيسية التي يتعامل معها جميع أنواع الاختبارات وهي الإيرلي تايم ريجون والميدل تايم ريجون والليت تايم ريجون يقصد بالإيرلي تايم ريجون وهو حركة الهيدرو كاربون بقرب الويلبور بمعنى أن المنطقة القريبة من الويلبور هي الإيرلي تايم ريجون وسوف نتطرق إلى هذه المراحلة الثلاثة بالتفصيل في اختبار البراجر بيلد أب والميدل تايم ريجون وهي المرحلة الموجودة في منصف المكمل النفطي ويتعتبر أهم المراحل التي يمكن من خلالها الحصول على القيمة الصحيحة للنفادية ومعدة ضفق وغيرها من الخصائص الأخرى وذلك لأنها لم تتأثر بالويلبور ستوريج أفكت أما الـ ETR فهي تأثرت بالويلبور ستوريج أفكت بالإضافة للليت تايم ريجون وهي المنطقة البعيدة جدا عن البر والمتأثرة بحدود المكمل النفطي لهذا السبب فإن أفضل منطقة من هذه المناطق لأخذ القراءات هي الـ MTR وهي الميدل تايم ريجون وذلك لأن الليت تايم ريجون متأثرة بحدود المكمل النفطي التي في العادة تكون غير متساوية من جمع الإتجاهات والأيرلي تايم ريجون تكون متأثرة بالويلبور ستوريج أفكت وهي حركة النفط المضطربة إلى داخل الويلبور وصعوده إلى الأعلى وعند الإغلاق يكون هناك تضفق إلى الأمام والخلف نتيجة لعملية الإغلاق المفاجئ لهذا السبب لا يفضل أخذ القراءات من الأيرلي تايم ريجون أو الليت تايم ريجون بل يفضل أخذهم من الميدل تايم ريجون وذلك لأنه حتى عند القيام بعملية الرسم البياني فإن الرسم البياني في هذه المنطقة يكون عبارة عن خط مستقيم بينما في هذه المنطقة أو هذه المنطقة يوجد حيود عن الخط المستقيم بهذا الشكل مضح أمامكم هذا هو الرسم البياني العام للبيلت أبتست الذي سوف نتصرق إليه فيما بعد هنا لدينا الإيرلي تايم ريجون وهنا الميدل تايم ريجون وهنا الليت تايم ريجون ونتحصل على هذا الشكل عن طريق رسم العلاقة ما بين البي دابلو اس وهو شت إن براجر أثناء اختبار البيلت أب وقيمة التي بي زي الدلتا تي على الدلتا تي على ورقة السيميلوك وهكذا نصل لنهاية محاضرتنا اليوم واللي كانت عبارة عن نبدة عريفية لأنواع اختبارات الأبار نلتقي في المحاضرة الثانية بإذن الله والتي سوف تكون بعنوان البراجر درو داون تيست شكرا لكم حسنا استماعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته